أما الآن مع كلمة من وحي المناسبة مع السيد الوالد الدكتور السيد خليل الطبا طبائي نستقبله مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أب القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم في هذا اليوم ونحن نحيي ذكرى شهيد من شهداء الإسلام ورجل نذر نفسه لخدمة المؤمنين في كل مكان حل فيه فمنذ نعومة أطفاره في العراق كان يشعر بأهمية التبليغ الديني وقلة العلماء والخطباء والمبلغين وارتق المنبر على خلاف المعتاد في ذلك الوقت وصار يبلغ ويرشد ويعلم الناس ثم في بداية عمره وهو حوالي في العمر السادس والعشرين من عمره كانت الظروف صعبة ظروف المرجعية وظروف العراق خصوصا بعد عام تسعة وخمسين حيث انتشرت الشوعية في كل العراق وبعد ذلك المد الإلحادي الكبير والحكم المستبد في ذلك الوقت بظروف صعبة مادية إلحادية وتيارات فكرية مختلفة وكانت المرجعية العليا أنذاك المتمثلة بالإمام السيد محسن الحكيم تريد أن تخدم الشعب العراقي بأي شكل ممكن والشعب ترك في حالة تخلف ثقافي وحضاري ومدني يعني منذ مئات السنين منذ أيام العثمانيين وبعد أيام الاستعمار البريطاني جعلوا وسط وجنوب العراق من المناطق المهمة لحضاريا لا طرق ولا شوارع ولا مدن مرتبة ولا مدارس كافية ولا جامعات ولا وظائف تركوهم عمال وفلاحين لا أكثر وهذه كانت سياسة متعمدة من الأنظمة الحاكمة خلال عشرات السنين بل مئات السنين وفي ظل هذا الوضع وقلة الإمكانات كانت المرجعية تريد أن تحافظ على حق المؤمنين في العراق فيحصلوا على مكانتهم التي يصبون إليها من مدارس من خدمات من وظائف من تعليم والحكومات كانت دائما تعارض هذا المعنى لذلك أرسل الإمام الحكيم ولده السيد الشهيد محمد مهدي الحكيم إلى بغداد ليكون في مركز القرار وفي العاصمة ويستطيع أن يدير الأمور بشكل أفضل وكان رحمه الله كانت ولادته عام 1935 وذهابه إلى بغداد 1961 يعني في عمره 26 سنة وهو يدير شؤون العراق السياسية والاجتماعية وينسق مع المرجعية بشكل كامل وهو في هذه السن المبكرة من عمره كان العشرات من الناس يوميا يأتون إليه إما لديهم حوائج فيوجههم إلى الوزارات وإلى المؤمنين الموجودين في كل وزارة أو بعضهم يطلب التوظيف فيرسلهم إلى من يمكن أن يساعدهم في التوظيف وحصل المئات منهم على الوظائف المناسبة في كل مكان من الدوائر الرسمية كان وضع العلماء وهذه أيضا بسبب التخلف التاريخي قلت العلماء في بغداد وشتات الأمور واقتضى الحال أن يؤسسوا مجلس علماء بغداد والكاظمية لأول مرة يؤسس هكذا مجلس في بغداد لم تكن هناك كلية تدرس فيها علوم أهل البيت وفقه أهل البيت وعقائد أهل البيت وتفسير أهل البيت ولذلك أسسوا كلية أصول الدين بمساعدة العلماء في بغداد بأمر وإرشاد من المرجعية الدينية ثم كانت حاجة إلى مدارس دينية وفتحت عدة مدارس مدارس الإمام الجواد مدارس الزهراء مدرس الإمام الكاظم وغيرها من مدارس متعددة وكانت هذه مشاريع طموحة في ذلك الوقت لقلة الإمكانات لقلة الوعي لقلة التنظيم لقلة الإدارة ومع ذلك استطاعوا أن يخلقوا شيء من لا شيء وفي نفس الوقت كان الحماس الديني ينمو ويتصاعد تدريجيا في الجامعات بين المثقفين بين الأساتذة ربما لا يتصور الإنسان أنه في ذلك الوقت يصعب أن نرى طبيبا أو مهندسا أو مثقفا وهو ملتزم دينيا نادر نادر جدا بسبب كما قلت الظروف التي وضع فيها المؤمنون في العراق تاريخيا وكان هذا الارتباط مع الطبقة المثقفة والدوائر والوزارات والمدراء العامين والحكومة جعلت ثقلا كبيرا للمؤمنين بحيث بدأوا يفكرون بتأسيس جامعة شيعية في الواقع في الكوفة وهي جامعة الكوفة ومجموعة كبيرة من الأساتذة من أطباء ومهندسين وشخصيات علمية قديرة ما جملتهم المهندس محمد مكية وغيره من الواعين المخلصين بدأوا في هذا التحرك الكبير بتأسيس جامعة كاملة وزاروا في وقتها المرجع الديني السيد الحكيم قدس سره وكان بعضهم ربما يرى المرجع لأول مرة في حياته كما قلت لم يكن الوعي الديني كبيرا في مختلف الأوساط آنذاك وأول ما بدأ كلامه المرجع الديني قال لهم بإمكان الإنسان أن يدرس في بغداد ويدرس في القاهرة ويدرس في سوريا ويدرس في أي مكان في العالم ليس مهم تأسيس جامعة ممكن الطالب يدرس في كل مكان ولكننا نحتاج الجامعة لكي تجمعكم أنتم الموالون لأهل البيت في مكان واحد ويكون لكم صوت ويكون لكم أثر وتكون لكم قدرة ويكون لكم كيان تستطيعون أن تحفظوا وتدافعوا عن كيان الشيعة في كل مكان فتعجب الحاضرون أن المرجع وهو في النجف يفكر بشكل أوسع وأكبر بكثير مما يفكروا وهم في العاصمة بغداد وما أن الكثير منهم درسوا في أوروبا وحصلوا على شهاداتهم في الخارج هكذا كان السعي للحركة الإسلامية ونموها وخدمة المؤمنين وإفهامهم بضرورة تحركهم دينيا وإلتفافهم حول المرجعية وفي المساجد وفي الحسينيات والالتزام بالشعائر الحسينية والالتزام بالعلماء في المناطق حتى ممكن أن يحصلوا على حقوقهم التي يصبون إليها كانت سفرات الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم إلى مختلف المناطق العراق هي الواقع مظاهرات في ذلك الوقت اسمها سفر زيارة يذهب إلى الكوت إلى الناصرية إلى البصرة وبدأ في كل أسبوع يزور منطقة من المناطق ولكن يذهب معه عشرات من العلماء في سيارات متعددة ويستقبله الناس ويتحدث هناك في ضرورة الحصول على حقوق المؤمنين في العراق وأن الحكومات الظالمة تصادر هذه الحقوق ويجب عليهم أن يأخذوا حقهم بأيديهم وكان دوره مميزا وقويا جدا وتأثيره كبيرا في بغداد إلا أنه بعد مجيء نظام العفلقي البعثي أرادوا أن يصيبوا المرجعية بمقتل ولذلك قصدوه هو أول ما قصدوا لضرب الحوز العلمية والمرجعية الدينية فاتهموه باتهام باطل وبسبب الإعلام الكبير والظروف الخاصة عن ذاك والتشويش في البداية ربما صدق البعض هذا المعنى واضطر الشهيد أن يختفي عن الأنظار ثم خرج سرا من العراق وانتقل إلى عدة دول وآخرها انتقل إلى فاكستان في باكستان كان الجو الحاكم هو الجو الإلحادي أيضا كما كان في العراق بل في الدول العربية كان من يتذكر فترة الستينات كانت فترة إلحاد وفترة بعد عن الدين وعن القيم نفس الأفكار الاشتراكية المادية الإلحادية كانت في باكستان أيام ذو الفقار علي بوتو ونفس الاشتراكي الموجود وكان المسلمون شيعة وسنة قل جميعا في باكستان يجدون صعوبة في إقناع المثقفين بأن الإسلام نظام يصلح للحكم ويصلح للإدارة وهو الذي ينفع المجتمع ترى في طغيان المادي والعنفوان المادي أنا ذاك من الصعب أن تقنع الناس بهذه المسألة وتجربتهم في مناظرة الملحدين كانت محدودة وكان للشهيد السيد مادية الحكيم دورا كبيرا في توضيح قيمة الإسلام وعظمة الإسلام والنظام الإسلامي الاقتصاد الإسلامي المجتمع الإسلامي وإمكانية الإسلام أن يحكم بالعدل والإنصاف في مختلف مجالات الحياة ومختلف الدول حتى أنه في إحدى المحاضرات كان كبير علماء باكستان المعروف أبو الأعلى المودودي حاضرا ولما استمع إلى خطابه كتب إلى جميع ممثلي في كل المدن الباكستانية جماعة الإسلامي ويمكن عددهم مليونين شخص ممن يتبعونه قال هذا الشخص أينما يلقي محاضرة فيجب على السنة أن يحضر قبل الشيعة في مجالسه وتعجبك بقوة الخطاب الإسلامي والفخر باعتزاز بدون مواربة وبدون ضعف يقولوا الإسلام هو الحل في مجلس ضمه مع المحامين في لاهور سأله المحامون قالوا أن الاشتراكية يتدعو إلى المساواة والعدالة الاجتماعية والإسلام أيضا يدعو إلى المساواة والعدالة الاجتماعية فما الفرق بينهما لماذا تقول الاشتراكية غير مقبولة والإسلام هو المقبول على المساواة ممكن تصورها بطريقتين لو كان شخص أعور عينه سليمة والأخرى مريضة لا يرى فيها فلتحقيق المساواة هناك طريقان إما أن العين الصحية نعميها فتكون عميوان فتكون متاوات بين العينين أو نعالج المريضة فتشفى فيكون سالما قال الاشتراكية تعمي العين الصحيحة وتجعل الناس متساوين في العمى والإسلام يعالج المرض ويجعل الناس متساوين في الصحة وفي السلامة في بعض كلماتي كان يقول الاشتراكية تريد المجتمع كله فقيرا متساوي بالفقر بينما الإسلام يريد المجتمع متساوي في الغنى وليس في الفقر لا يوجد فقير في المجتمع الإسلامي هناك غني وأغنى ولا يوجد فقير هذه المفاهيم وتوضيعها بهذا الشكل المبسط طبعا ما كان هذا النوع من الخطاب مألوفا وموجودا في ذلك الزمان وكان له تأثير كبير وبقي رحمه الله عشرة أشهر ثم أصيب بعارض نزف في عينه وجاء إلى دبي لمراجعة أحد الأطباء ورجاه المؤمنون في دبي أن يبقى عندهم وفعلا بقي هناك وأسس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية وهي مؤسسة خيرية تجمع كل المساجد والمراكز والحسينيات للشيعة ضمن مؤسسة واحدة ونظم الشؤون الإدارية بشكل كبير جدا وأحصى الأوقاف من الأراضي الموجودة بنيت الأراضي بداية النهضة العمرانية بنيت بنايات وبنايات بعد أن أدي القرض المأخوذ من البنك بقيت وقفا خيريا مستمرا إلى يومنا هذا ينتفع به المؤمنون وحينما بدأت الظروف حرج في دبي وعلم أن النظام العراقي ينوي اغتياله والحكومة لا تستطيع أن تحميه اضطر الانتقال إلى لندن في لندن كان متخفيا لأن النظام أراد اغتياله عدة مرات حتى في مرة عرفوا مكانه في فندق وأرسلوا من يغتاله في غرفته وصادف هو أن خرج نصف ساعة قبل مجيئهم وانتقل إلى مكان آخر ونجى منهم ثم عرفوا أنه في شقة كان يبدل مكانه من مكان إلى مكان وحتى يبدل شكل ملابسه لأن لا يعرف بلباس معين وعرفوا أنه في شقة معينة ولكن كانت في بناية وفيها سيكوريتي وأمان فأرادوا الدخول وقالوا أنه نحن نريد أن نصلح على الكهرباء أو الماء فعالي شق قالوا أنه لا يوجد خلل قالوا لا نحن اتصلوا بنا وقالوا أن هناك خلل فافتحوا الباب الرئيسية وعرفوا أن هؤلاء مغرضون واتصلوا بالشرطة فهربوا عند ذاك أقول عاشي حياته كلها مطاردا وخائفا وينتقل من مكان إلى مكان ولكن هذا لم يكن ليمنعه عن أداء واجبه الديني والاجتماعي والسياسي في كل تحركه ومنذ بدايات عمله أسس مركزا كبيرا مركز أهل البيت الإسلامي وكان منطلقا للثقافة والوعي كثير من المسلمين الجدد من البريطانيين كانوا يأتون إلى هناك ولديهم محاضرات باللغة الإنجليزية الباكستانيون الهنود الإيرانيون الأخوة من الخوجة بالإضافة إلى العراقيين كان يجمع كل الشيعة تحت مظلة واحدة ثم أسس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية وهي رابطة عالمية للشيعة في كل العالم كما أن رابطة العالم الإسلامي تقودها السعودية لم يكن في التاريخ للشيعة رابطة تجمعهم رابطة عالمية يعني الظروف التاريخية لم تسمح في الواقع للشيعة أن يؤسسوا رابطة ولكن استغل الفرصة في لندن بالرغم من كل الخوف والملاحقة والإرهاب ليؤسس رابطه ودعي لها الشيعة من أطراف العالم لم يكن أحد يعرف أن في بورما يوجد شيعة أو في تايلاند هناك شيعة أو في ماليزيا أو إندونيزيا أو سريلانكا أو بلاد الأفريقية كينية تنزانية مدغشقر وغيرها ومختلف بقاء العالم من قيانا من أمريكا الوسطى لم يكن أحد يعرف شيعة ولكن كان هناك ارتباط ومعرفة بهم وحينما اجتمعوا لأول مرة كان المؤتمر مدعاة للفخر والاعتزاز أن يجتمع الشيعة من أقطار العالم في مؤتمر واحد ويتعرف بعضهم على بعض كانت سفراته إلى الهند وباكستان لكثرة الشيعة فيها وكثرة الاحتياجات لهم متكررة فلم تكن القضية في العراق تشغله عن واجبه تجاه المؤمنين في البلاد الأخرى كان يتحرك داخل بريطانيا وإرلندا بل وأوروبا إلى فرنسا إلى النمسا أينما وجد العراقيون كان يذهب إليهم ويتحدث معهم ويسددهم ويشجعهم على الصمود والبقاء والثبات مقابل الطاغوت الحاكم في العراق لذلك كان دوره رضوان الله تعالى عليه واسعا بالرغم من الظروف الصعبة التي كان يعيشها من ناحية الأمنية ومن ناحية الخوف والمطاردة المستمرة وقلة الإمكانات المتاحة آنذاك ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى وفقه لأعمال جليلة وكبيرة وحتى سفرته إلى السودان لم تكن فقط بهدف الحضور للمؤتمر لأنه كانت له علاقة كبيرة مع مختلف الشرائح كما ذكر الإخوة يعني ليس فقط مع الإسلاميين بالمعنى الأخص لو كان مع العلمانين مع عنصاف المتدينين مع غير الشيعة مع كل الأطراف المختلفة في العالم الإسلامي له علاقة جيدة وشخصيته قوية تؤثر فيهم متى مجتمع لذلك طلب منه الصادق المهدي أن يتوسط بينه وبين الترابي لكي يحلوا الإشكال في السودان ويصلح بينهم ولم يكن هناك شخص مؤهل لأداء هذا الدور فكان الهدف الأساس هو لهذا الإصلاح يعني ذهب بغرض الإصلاح بين المسلمين بالجبهة الإسلامية والصادق المهدي في السودان وكانت فرصة المؤتمر هي فرصة مناسبة للذهاب إلا أن القضاء والقدر على كل حال جرى والنظام الغادر في العراق لاحقه إلى أن اغتاله في فندق الهيلتون في القضية المعروفة أنذاك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يخرف على الأمة من يستطيع أن يقوم بهذا الدور دور جمع التيارات المختلفة والشرائح المختلفة من العراقيين في العراق ومن المؤمنين في كل مكان من العالم حتى يكون المؤمنون يدا واحدا وصفا واحدا كما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولئما الطاهرون منهم أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى فأين نحن من هذه الأحاديث الشريفة نكون يدا واحدا وجسدا واحدا لا تفرقنا الأحزاب ولا الأهواء ولا التيارات ولا وجهات النظر ولا القومية ولا اللغة ولكن نشعر نحن مسلمون ويجب أن نكون يدا واحدا وصفا واحدا في كل مكان تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وتغمد شهدائنا طول التاريخ خصوصا شهداء المسيرة الحسينية في هذه الأيام ونسأل الله أن يحشرهم ويحشرنا معهم يوم القيامة تحت شفاعة وراية النبي وأهل بيته وأن يجعلنا في الجنة معهم على سر متقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وإلى روحهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات